إجراءات جديدة خاصة بفتح الصيدلية الخاصة وشروط اعتمادها أفرجت عنها الحكومة في آخر عدد من الجريدة الرسمية في مقدمتها أن تكون المؤسسة الصيدلية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي التأهيل المهني والممارسة المطلوبة أن يكون مسجل في مجلس أدبية مهنة الصيادلة ويساعده صيدلي مساعد على الأقل ويمكن للمؤسسة الصيدلانية بحسب المرسوم ممارسة أنشطة عدة منها التصنيع والاستغلال والاستراد والتوزيع بالجملة شريطة احترام قواعد ممارسة كل نشاط كما اشترطت الإجراءات الجديدة ضرورة حيازة الصيدلية على مقرر تسجيل الدواء أو مقرر مصادق على المستلزم الطبي في الجزائر قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني والمستلزم الطبي المنتوج محليا أو المستورذ وينقر المرسوم كذلك بإمكانية استعانة المؤسسات الصيدلانية الخاصة بالتصنيع بمصادر خارجية للقيام بالعملية أو أكثر من العمليات السالف الذكر مقابل عقد يحدد الالتزامات ومسؤوليات كل طرف ويخضع فتح مؤسسات صيدلانية لاعتماد من الوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية وعند ممارساتها لنشاطات عدة يجب حيازتها لاعتماد عن كل نشاط كما يشترط استفاء ملف الاعتماد على كل الشروط لسيما شرط محلات ومعدات مصممة ومكيفة ومنشأة ومنسجمة مع العمليات التي يمكنها التقليل من مخاطر الأخطاء والعدوى وتوعدت الوزارة كل المخالفين لهذه الشروط بعقوبات تصل إلى غلق المؤسسة أو سحب الاعتماد نهائيا كما أمهلت الحكومة أصحاب الصيدليات مدة عام للتكيف مع الشروط الجديدة